الحمد لله الاستعدادات كانت جيدة خلال فترة التوقف اللي كانت موجودة بعد فترة الضغط المباريات اللي كانت في الدوري بعض اللاعبين كانوا يحتاجون راحة بعض اللاعبين كانوا يحتاجون العمل أكثر على المستوى البدني والحمد لله رب العالمين أعتقد الاستعدادات جيدة وجهزين إن شاء الله للأسبوع المقبل الحمد لله نتائج كانت جيدة خلال فترة الأخيرة لابد أن نحافظ على رغبتنا وعلى حماسنا وعلى الرغبة اللي دائما لابد أن نزراحها في اللاعبين إن المباراة القادمة هي تكون أهم وأصعب مباراة في الدوري وما نفكر في الدوري بشكل عام نفكر دائما أن المواجهة القادمة هي الأصعب ونركز عليها تركيز كامل ونحاول أنه دائما ما يكون الحافز وتكون الرغبة أكبر عند اللاعبين ويظهر الفريغ بنفس الصورة وأفضل إن شاء الله أعتقد وجودنا اليوم في المربع ووجودنا خارج المربع عندنا هدف واحد وتركيزنا على المباراة القادمة على المباراة الأهلي وكيفية الحصول على الثلاث مقاط بعد الأهلي راح نفكر في الريان وبعد الريان راح نفكر في الخرب وراح نفكر في المربع إلى نهاية الموسم تبكيرنا وتركيزنا فقط على الجولة القادمة لنظهر بصورة إيجابية ونظهر بصورة أفضل من الجولة السابقة ونحرز ثلاث مقاط وإن شاء الله نحن مستعدين لأن نقدم مباراة كبيرة أو أخرى إن شاء الله